بسم الله الرحمن الرحيم انا بحضراتكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا حوالين البحث العلم والذكاة الاصطناعي موقعنا نهاردة نحن نختبره ضبر مع بعض حالا بيقول انه هو ده اكتر يعني اكتر ادات الذكاة الاصطناعي يمكن ان تتخطى ما نطلق عليه المواقع اللي بتكتشف التعالي ببرامج الذكاة الاصطناعي في نفس الوقت بيحافظ على اشكالية حضراتكم كلمتوا عليها كتير وهي فكرة جودة الكتابة يعني عايز اعمل حاجة بجودة معينة بحيث ان انا اتخطى لكن مستوى الكتابة ومستوى القراءة ما يكونش متدني كتير منكم كان بيسأل فاذرة خلينا نبص طبعا لو لاحظتوا يعني الموقع هو اللي بيقول ان الموقع طبعا يعني سبونسر وفي ناس ستانفورد جامعة ستانفورد يعني نيويورك تايمز وحاجات بيركلي حاجات كتير اعمل نفس الطريقة التقليدية يقمن جيميل يقمن الايميل العادي خلينا نخص بالجيميل ونبدأ مع بعض الموقع طبعا يعني ليس مجاني ولكنه تجريبي وحتى تجريبي في حدود ضيقة جدا يدوبك بيسمح لك ب300 كلمة يعني لو انت حطيت 300 كلمة هنا وقلت له اتأكد انه هم معمولين بالAI وحيجب لك النتيجة فال300 كلمة بتعقر خلاصا لو قلت له بنفس الاكون انت هيرفض وقال لك خلاص لازم تشترك اذا الموقع محدود جدا في فكرة بيتميزه حقيقا طبعا انتوا شايفين معايا فكرة انه هو بيتكلم على 300 كلمة ده اللي مسمح لنا به 300 كلمة هنا في الجزء دول 300 كلمة الحاجة التانية لا يدعم اللغة العربية انا مجربتهش في اللغة العربية لكن اعتقادي انه هو يدعم بشكل جيد اللغة العربية لكن مميزاته انه مستوى القراءة بتحددها هل عايزها طالب جامعة ولا طالب دكتوراه ولا جورناليست ولا ماركتنج ولا هاي سكول طبعا هاي سكول سنوي عام وماركتنج في مجال التسويق والصحافة لكن هنختار اكيد دكتوراه على مستوى الدكتوراه تمام هنا برضو بيقول لك ايه الغلط من الكتابة وغالبا هنختار اكاديميك ودي حاجة كويسة ما هياش مقالة ما هياش حاجة في التسويق ما هياش ما هياش حاجة عامة ما هواش خطاب ما هواش قصة لا ده حاجة اكاديميك برضو ده حاجات التخصيص في الامور دي بيبقى شيء ايجابي انا من وجه اتنظر شيء جايد جدا اه هنا بيقول لك ايه ايه قوة يا طرى عايز حاجة بسيطة ولا حاجة ستاندرد تقليدية ولا انهانسد طبعا ممكن اختار ستاندرد وخلينا في الستاندرد اه لكن في جميع الاحوال اه ما تحاولش انك انت بنفس الاكون تعمل حاجتين تقول عايز اشوف انه هيكتشف وبعدين تقول ان انت عايز تعمله منازم مش هيسمح لك وهو اخرك 300 كلمة وعدد قليل طيب الحاجات اللي بيقدر يتخطاها على الجنب زي ما حضراتكم شايفين وخليني اعمل زوم بيجد ان هو بيقول لك ان ممكن نتخطي كابي ليكس ودي من الحاجات الشعيرة جدا جدا جيرو جيرو جي بي تي و جي بي تي زيرو سامبلينج اورجيناليتي رايتر وتحت خالص تحت خالص هتبص تلاقي ترند ان وكيس وسمبلينج طبعا انا معرفش الكيس ولا سامبلينج لكن ترند انه كلنا عارفين واحنا عندنا اكاونت دلوقتي ممكن نستخدم الناس اللي ما شابكش الفيديو ده لان احنا نحتاجه دايما مش هنعتمد على المواقع وكلامها في انها بتقول ان احنا بنتخطى وان احنا كذا وان احنا كذا لا احنا هنعتمد على تجربتنا الشخصية طيب ايه اللي هنعمله ببساطة هو ده اللي متاح لنا ان احنا هنروح هنا ونعمل حاجة احنا عملناها بالزكاة الاصطناعية توفيرا للوقت وعدين نرجع نحطها هنا مش عاوزين يتأكد من حكاية انها معمولة بالAI لان انا عارف انها معمولة بالAI انا طبعا اخترت عدد كلمات بحيث ان لا اتخطى خليني بس ارجع تاني واخد نفس من هنا اتأكد ان انا واخد الثلاث اسطر دولة فقط دول معمولين بالزكاة الاصطناعية كنترول سي وبعدين اروح مرة تانية هنا وانجاي اعمل كنترول في هو بيقول لي 289 من الثلاثمية ده ده اللي نقدر اكتر من كده لو اضفت باراجراف تاني مش هيكفي اذن خلاص ماشي كده وخلينا دلوقتي نقول له humanize AI زي ما قلت انه humanize AI يعني حاولولي الى حاجة لا تقتشف بالزكاة الاصطناعية وهو طبعا يعني هيجي هنا بعد ما يخلص هيقولك بقى يديك علامات الصح والنون الاخضر ويقولك كل الحاجات دي يعني هتخططها خلينا نعمل humanize هنا والنتيجة المفروضة انها هتبقى في الجزء ده كده just moment لا ثواني طبعا هنا زي ما انش شايفين gpt zero والغاية turn it in المفروض انه هو يعني كده ال content اللي هو وصل اليه ده كل الحاجات دي هيتخططها شايفين علامات الصح وعلامات الصح معناها human يعني المواقع دي كلها هتقول انه هو ده human طيب خلينا نشوف يعني انا مبسوط جدا من فكرة ان مستوى القراءة لان زي ما احنا قلنا كتير من المواقع ما هيش عندها الميزة دي طب لو حبينا ايمن تاخد نسخ ايمن ممكن تنزل ملف word يعني ضغطة كده هيبدأ هنا ينزل لك ملف word اضغط عليه هيديك صورة من الملف ده هو بعد ما يفتح برنامج word ده ملف word بعد عملية فتحه لحظوا حضراتكم هي فكرة هنا هو وجود بعض الاخطاء نتيجة المسافات هل ده هي استراتيجية بتاعته في انه يتخطى الزكاة الاصطناعي انه طبعا الزكاة الاصطناعي عمره ما هيعمل حاجة وتكون خطأ في لكن احنا طبعا الكلام ده هو لازم برضو ان احنا لا يعني ما تسيبي المسافات عشان بعض المواقع بتعتمد على الفكرة دي فكرة انه يعمل اخطاء املائية او يلزق كلام في بعضه علشان خاطر يعني ايه يخلص من فكرة انه مش معقول الزكاة الاصطناعية هيعمل الخلاطات داية فيعني دي طريقتهم خلينا نكتشف اذا كانت هي دي الطريقة بتاعتهم ولا لأ وناخد بالكلام ده كده ده الملف هساميه طبعا هساميه موديفايد ده الملف اللي احنا عدلناه هقول له سيف اس او هساميه موديفايد النسخة المعدلة موديفايد عشان بس الواحد يكتشف المواقع دي ويقدر يفهمها اكتر يعني هل دي الاستراتيجية اللي بيعتمدوا عليها فعنسميه موديفايد فايل ده الملف المعدل وانا عارف طبعا هنحطه في الداونلود خلاص اوكيه في نفس الوقت بقى عندنا الملف اللي هو قبل ما انا عدل خليني حارجع كل الاخطاء اللي كانت موجودة خليها مرة تانية موجودة خليها مرة تانية موجودة كده وانا سميه اوريجينال حسميه ده اوريجينال هقول له سيف اس اوريجينال او بلاش مش موديفايد ده بقى ده الاوروجينال تمام ده الاوروجينال اوكي وحوم جاي مسايف كده طبعا انا مش هاتمد على اللي هو كتبه والعلامات الجميلة الصح والكلام ده انا هروح على ترند ان وحنا هكون عندنا اكاونت في ترند ان وحرفع الملف ده وارجع لحضراتك يعني انا رفعات الملف الارجينال شايفين طبعا السيميلاريتي السيميلاريتي مقصود بها يعني الانتحال العلمي او البليجاريزم ده ده زيرو وده عادي يعني لكن احنا محتاجين عشان نشوف الموقع او نشوف الاي اي 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 انا اخد المستند اخد الاي دي بتاعت المستند وده بتبقى في المعلومات علامة الاي هنا هو ده الحاجة اللي انا عايزها تمام فده اللي انا انا هتفز بيها هتفز بيها واروح على العشان قاطر اشوف الحاجة لحارة اي 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 بتاعتكشن هل الكلام ده صحيح ولا لا زي ما حضراتكما شايفين بعد رفع الملفnom انا انا بكاملว على الطبعا الوروجنال واضح كده ان الموقع يعني تخطى turned in إذن zero AI detected as AI يعني لم يتم استخدام إطلاقاً وفقاً للملف اللي كان فيه أخطاء بعض الأخطاء اللي مليئة هل يطرر رفعت الملف المعدل التاني ده ممكن يؤدي لنا اجتيجة مختلفة هرجع تاني للأسايمنت هنا وهستبدل الملف ده وهقول له confirm أيوة وهاتلي الملف التاني اللي هو المودفايد المعدل اللي احنا يا دوبك صلحنا فيه بعض الكلمات البسيطة اللي هو مودفايد ده مودفايد فايل وقل له كده open وقم جاي يقول له preview أتأكد بس ان هو لأنه برضو خلي بالكم الموقع ده لابد يكون عدد الكلمات يعني 299 ده عدد غير كافي احنا قلت قبل كده ان ترند إن عشان يكتشف الAI محتاج 300 كلمة على الأقل أقلمت كده حيقولك الملف صغير جداً ويجب ان الملف ده تستبدله هو طبعاً بيخترح عليك إنك تعمل copy و paste من الكلام ده فازالك أنا هكانسل ده هارجع للملف المودفايد هارجع للملف المودفايد اللي احنا عدلناه تمام المودفايد ده وهاخد نفس النص عشان ما يقوليش بس ما هوش ضيع وقتي وهاخد نفس الكلام ده وحكرره مرة تانية يعني بدل يبقى 299 يبقى قربنا ل600 إلا كلمة يعني 598 تمام وهم جاي برضو مسيفه كده عشان بس ما يضعيش وقتش على الفوادي ويتقم المفروض إن أي ملف عترفعه لا يقل عدد كلماته عن 300 خلاف كده هيقولك الملف صغير ويعني لم يتم التأكيد عليك هارجع أرفع مرة تانية أنا عملت كلام ده فكرة نفس الكلام ده مع الوريجينال بس ما وضحتوش لحضراتكم تقولوا اضحوا وأنا آآ ادي المودفايد فايل أهو المفروض المراد يقول لي آآ ابلود وبريفيو يقول لي خمسمية تمانية وتسعين كلمة وممكن يكونوا على أكتر من ورقة ادي خمسمية تمانية وتسعين وهو بيقول لي آدي كيلاً التلات صفحات اقول له سبميت وترند ان وانتظر آشوف طبعاً بالنسبة للأولاني كان zero سيميلاريتي لكن احنا برضو محتاجين نشوفوا المودفايد ده قال الأمر حيختلف ولا لا بالنسبة للجزء الخاص به البليجاريزم ما زال zero بالرغم طبعاً مش هتلاقوا فيه طبعاً الأخطاء اللي كانت موجودة قبل كده حلغي ده كده وهروح بقى شوف النسخة اللي احنا صلحناها عشان بس نطمئن ان الموكع لا يعتمد على فكرة الأخطاء الاملائية في الكتابة فحرجع مرة تانية هنا وهو هرجع باك هنا هو هرجع باك وهتأكد بس يعني انه هو طبعاً الكود مش هيختلف ولا ان نفس الملف هو هو احنا هدوبك استبدلناه فنتأكد بس لانه وحياناً لسه ما يكونش اتحدث فممكن ده يؤثر على انك انت تلاقي الملف القديم مرة تانية فلازم نتأكد ان ملفنا المرة دي هيبقى الموديفايد وليس الورجينال هقول له اكسكتراكت وحشوف هيقول لي ايه طبعاً هنا بيقول لي عملها بسرعة جداً وتقول لي عملها بسرعة دي بتقلقني لانه معناه انه ممكن يكون لسه ما تحدثي فحشوف كده واتأكد طبعاً ما زال الوريجينال فايل لا مش هو ده اللي احنا عايزينه احنا لازم نرجع مرة تانية وننتظر شوية لغاية بس ما يتحدث الموضوع ده وارجع لحضرات طبعاً يعني بعد عدة محاولات بسبب انه طبعاً في ضغط على الموقع خلصنا ونقول له برضو ده ونتمنى بقى المرة دي يجيب لنا الموديفايد ما تكونش النسخة ادي فعلاً الموديفايد شنقدر نحكم على هل الموقع استراتيجيته في الهروب من مواقع الذكاء الاصطناعي او التشافي الاستعانة بذكاء الاصطناعي لا طبعاً عملية التصحيح لم تؤثر زي محدكم شايفين لم تؤثر على الاخطاء الاملائية اللي احنا ظننا بهم يعني ظن السوق ان هما بيعتمدوا عليها لا واضح انهما بيعتمدوش عليها كل اللي بتمنى من حضرات طبعاً هنا بيقول زيرو يعني ما تمش الاستعانة خالص اذا الموقع تخطى الموضوع ما تنسوش ان الترند ان بيعتبر 20% هو فكرة الحد الابنى اللي وارد جداً ان الناس او ان الاشخاص يستخدموا الذكاء الاصطناعي طيب لو رجعنا كده ونشوف ما فيش اي حاجة متظللة اذا الموقع او تمان يعني تخطى موقع بتاعنا طبعاً هو والترز عم سيبلكم رابط الموقع في وصف الفيديو هو كلام اللي حطه في دوق تجربة الشخصية الموقع تخطى هذا الامر حتى فكرة بعض الاخطاء الاملائية لما صلحناها ما حصلش اي تعديل اه برضو عايز حضراتكم تقروا بقى وتقولولي هل فعلاً لما الفكرة مستوى القراءة ده فعلاً ومستوى الدكتوراه وقال المستوى الاكاديمي حافظ عليه كل الكلام ده اتمنى اننا شوفوا في وصف او في احطى تعليقاتكم وتقولولي رأيكم ايه في موقعنا انهاردة في النهاية باتمنوكم جميعاً السلامة والتوافيق والسلام عليكم ورحمة الله